ووجفت الابتدائي رقم اثنين تشهد وقاء عراف العالم الوطني على وقع اداء النشيد الوطني من طرف تلاميذ المدرسة بحضور السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين ضمن الاتمام بتجسيد معالم المدرسة الجمهورية صفاحيات باتت مشهدا مالوفا من تقاليد المشهد التربوي الذي يعلم الشاني الرموز الوطنية في نفوس التلاميذ الوالي بعد ذلك تجول داخل أقسام المدرسة اللجزهم 355 تلميذا يتوزعون على أجسد أقسام وتعرف الوالي من القيمين على المؤسسة على سير الدروس ووضعية الاكتظاظ وتوفر الكتاب المدرسي وفي عين المكان عقد الوالي اجتماعا مع الأسرة التربوية خصصه للحث على أهمية مضاعفة الجهود للرفع من المستوى التعليمي بسنة الثانية من مدرسة الجمهورية كما قام الوالي لفقة السلطات الإدارية بزيارة ذانبية أوجفت ومدرسة أوجفت رقم واحد ومدرسة الشمس الدين وخلال مختلف هذه المحطات عاين الوالي سل انتظام الدراسة ومدر مستوى الحضور إضافة العراقل وتحديات المطروحة للتعليم على مستوى المقاطعة كما أدى زيارة للقسم التأهلي لفقة الأطفال بمدينة أوجفت واختتم الوالي زيارته بعقد اجتماع موسع مع الطواقم التربوية على مستوى المقاطعة وتناول في أهمية العمل إلى إنجاح سنة الدراسية في ظل التمام الذي يحظى به التعليم باعتباره ركيزة للتنمية مطمئنين تماما عن تغيب ماهو ياسر وكذلك من سبق لهم سموز حضور تلاميذ في فصل تغيب منه هلاه ستين هو كان مئة واربعة وحثينا الأباء وعطيناهم آجال عنهم يجيبوا تلاميذ بالعجلة والله العدو ساهموا فسارة قرية أولادهم كذلك لاحظنا بعض النواقص البنية التحتية لاحظنا بعض الفصول اللي سقوفهم شاكين فيها الأباء وحاولنا مولي في هذه الزيارة على أن كلها يعد فاهم دوره ويساهم فيه يسوي عليهم سوء البلدية في مجال صيانة المدارة السلساسية يسوي الجهة واللي تقدر عدل في مجال تعليم الثانوي يسوي الآباء شيء يعدل فيه من ناحية الرقابة مكونات العملية التربوية أكدت أهمية هذه الزيارة في معرفة انتظام الدراسة وسادي النواقص الملاحظة في هذا المجال بالنسبة للتعليم الثانوي هنا بداية السنة الدراسية ثانوية ما فيها تقيب جميع الأساتذين الموجودين حاضرين عندنا نقصف أستاذين مستاذ علوم وفيزياء والتلاميدي يطلعوا وضارك عندهم نظام التوفيش هذه السنة الحمد لله نلاحظون بسألة التلامية سنة أقبالهم أكثر على التمدروس في السنة الماضية هذا السنة الماضية كان عند السنة أولاء سجلنا فيها 45 تلميض هذه السنة أولاء فات العقل تسجيلها 65 تلميض هذا يوحي وكامل في مزال يقبال راجع إن شاء الله أنها توفرنا هذه النواقص اللي عندنا من قد الأساتذة ومن قد الحجرات اللي هذه المؤسسة في الحقيقة لها هذه المقاطعة فيها أربع بلديات وتلاحقوا كاملين في المقاطعة بحسب الهجرة البودوية مات فيها أحد وفيها لا يتعود أخمسمية زايدة من التلاميذ وفي الحقيقة ما عندهم حجرات زيارة مدينة أوجفت هي الثالثة من الإجراء الدوري لمتابعة انتظام سير الدراسة ومعرفة النواقص والبحث لها عن حلول لتحسين مخرجات التعليم بولاية أدرار الفاغا وللشيباني قناة الموريتانية مدينة أوجفت